بعد طول انتظار متى اعلان نتائج البيام 2024 وخطوات الاستعلام عن نتائج الباكالوريا من خلال الموقع الرسمي بعد ان اعلنت وزارة الطربية والتعليم الجزائرية على انه من المقرر ان يتم العمل على تأجيل الموعد المحدد الخاص بعرض نتائج الباكالوريا في الجزائر والذي كان مقرر له ان يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو 2024 فقد بدأ البحث من خلال عديد من المواطنين في الوقت الحالي عن متى اعلان نتائج البيام 2024 باعتبار انها من اهم النتائج التي يرغب الطلاب في التعرف عليها في الوقت الحالي وهو ما سوف نوفر لكم كامل تفاصيل من خلال هذا الفيديو التالي اذا قبل بدء هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس اشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو اذا متى اعلان نتائج البيام 2024 ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن متى اعلان نتائج البيام 2024 في الجزائر فقد اعلنت بعض المصادر العاملة في وزارة التربية والتعليم الجزائرية على انه من المتوقع ان يتم العمل على اعلان نتائج باكالوريا لكل طلاب في خلال يوم السبت الموافق ليوم 29 يونيو 2024 وكذلك لنتائج البيام ووفقا لما اعلن عنه السيد عبد الحاكيم بالعابد وزارة التربية والتعليم الجزائرية في خلال البيان الرسمي الخاص به بعدما قاموا بتأجيل عرض النتائج والذي نوها على ان التأخير يأتي في صالح الطلاب من اجل العمل على التدقيق في عمليات التصحيح واعطاء كل طالب من الطلاب كامل حقها ومن هنا فقد اعلنت الوزارة على انه من المقرر ان يتم العمل على تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2024 فور العمل على اعلان النتائج حتى يتمكن كل الطلاب من الحصول على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة وهو ما يتم من خلال العمل على اتباع بعض الخطوات الاكترونية الهامة تجهيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية وادخال رقم الطالب وكلمة المرور الخاصة به والضغط على زر نتائج الضغط على زر استعراض نتائج شهة البيام الفي جزائر ادخال كافة البيانات المطلوبة الضغط فوق زر عرض نتائج وسوف يتم ظهور نتائج في الحالة ومن المقرر ان يتم العمل على اعلان كامل نتائج الطلاب في الجزائر من خلال نهاية الشهر الجاري من عام 2024 ومن اجل ان يتمكن كل الطلاب من التعرف عنها بكل سهولة اذا كيفية الاستعلام عن نتائج هذا التعليم المتوسط عبر SMS يوجد بعض الطلاب يواجهون احيانا عطل في ايجاد نتيجتهم يوجد طرق اخرى من خلال الرسائل النصية للتوضيح كيفية الاستعلام عن نتائج هذا التعليم المتوسط عبر SMS الاتصال الهاتفي الاتصال من هاتفك المحمول باستخدام الرمز نجمة 567 دياز ثم يجب اتباع الخطوات الموجهة لاستعراض النتيجة الرسائل النصية يجب القيام بارسال رسالة نصية تحتوي على رقم التسجيل الخاص بالطالب الى الرقم 6162 سوف تصلك رسالة نصية بالنتيجة بمجرد ظهرها اذا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس اشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو ولا تنسى مشاركة هذا المقطع مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته